السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصعد الله يومكم ويوم موفق للجميع والجميع الطلبة إذن متابعين كرام عدنا إليكم من جديد في هذه النشرة الجوية الخاصة بجديد التحديثات للنماذج العالمية حيث تشير جميع النماذج لموجة حرر قوية ستضرب المناطق الجزائرية ودولة تولس الأيام القليلة القادمة وابتداء من الخميس القادم بحول الله تعالى حيث تشير النماذج متابعين الكرام إلى موجة حرر ودرجات حرارة ستكون على المناطق الصحراوية الجزائرية بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية ووسط الصحراء بالإضافة إلى الواحات شمال الصحراء والواحات كما قلت قد تستمر لأسبوعين وإلى نهاية شهر أجوان وبداية شهر أجويلية حيث من المتوقع متابعين كرام درجات الحرارة أن تتجاوز السبعة واربعين درجة إلى الخمسين درجة على المناطق الصحراوية كما نتابع هنا معكم في الصورة منطقة ورقلا وديسوف بالإضافة إلى وليت بسكرا وليت أدرار وليت غردية كلها معنية بدرجات حرارة قوية وقوية جدا أيضا متابعين كرام المناطق الجنوبية الشرقية وأقصى جنوب وليت من راسس كما نتابع معكم في الصورة هنا قد تتأثر بهذه الموجة القوية وقد تصل درجات الحرارة إلى الخمسة واربعين إلى ستة واربعين درجة الأيام القليلة القادمة وابتداء كما قلت من يوم الخميس القادم ارتفاع أيضا قياسي في درجات الحرارة حيث من المتوقع على المناطق الشمالية الوسطى بالإضافة إلى المناطق الشرقية المعنية بقوة هذه المرة وابتداء من يوم الخميس القادم قد ترتقي إلى درجة موجة الحر متابعين الكرام وسنصدر نشرات تحذيرية قوية على مناطق الشرقية إذن درجات الحرارة قد تتعدل أربعين درجة والخمسة أربعين درجة كما نتابع معكم في الصورة هنا أربعين درجة على المناطق الساحلية الشرقية إذن المناطق أيضا غربية غير معنية بهذا الارتفاع وكما نتابع معكم في الصورة قد تتروح درجات الحرارة ما بين 22 إلى 25 درجة على كل الشريط الساحلي للمناطق الغربية أيضا دولة المغرب غير معنية بهذا الارتفاع في درجة الحرارة دولة تونس أيضا معنية بارتفاع قوي كما نتابع معكم في الصورة درجات حرارة أيضا قد تتجاوز الثلاثة والأربعين درجة قد تصل إلى الخمسة وأربعين درجة فقط كتنويه متابعين الكرام لما نقول تحت الظل يعني درجات الحرارة التي ذكرناها هي تحت الظل وبالمناطق الشمالية بإمكان إضافة خمس إلى سبع درجات في الحالات العادية لمعرفة درجات الحرارة تقريبيا تحت أشياء الشمس يعني إذا قلنا أربعين درجة معناها سبع وأربعين درجة تحت الشمس أما المناطق الصحراوية فعادة لمعرفة درجة الحرارة بالتقريب تحت أشياء الشمس فيمكن إضافة لدرجات الحرارة العادية تحت الظل سبع إلى تسع درجات على المناطق الصحراوية يعني من شمال الصحرا إلى كل المناطق الصحراوية الجزائرية يعني إذا قلنا مثلا على ولاية ورقلا ووديسوف أو ولاية بسكرا قد تتجاوز الخمسة وأربعين درجة يمكن أن نضيف سبع إلى تسع درجات وقد تصل إلى الثلاث والخمسين إلى أربع وخمسين درجة تحت أشياء الشمس وقد نضيف أحد عشر درجة أو أكثر بقليل في الحالات الغير عادية كالحالات القادمة إن شاء الله إذن متابعين كرام نحذر من التعرض لأشياء الشمس نوفيكم بكل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر